اشتركوا في القناة لتفهموا الأمر، افترضوا أن هذه هي القشرة الأرضية، ولتكن قشرة قرية، يتبعها الجزء الصلب من الوشاح، وكلاهما معاً يشكلان الغلاف الصخري، يتبع الغلاف الصخري الجزء الساخن من الوشاح، والذي تكون فيه الصخور منصخرة كالماغمة، هذا كله جزء من الوشاح. ما زال العلماء مختلفين حول طريقة تشكل النقاط الساخنة، فقد تكون تصاعدات من صخور ساخنة جداً من اللب والوشاح، وقد تكون نتيجة تيارات الحمل الحراري في الوشاح نفسه. ولكن ما يهم في الأمر هو أن النقاط الساخنة تتشكل في الوشاح. هذه المنطقة فيها ماغمة ساخنة جداً، وحرارتها أعلى بكثير مما يحيط بها، ولأن حرارتها أعلى، فهذا يجعل كثافتها أقل. فزيادة الحرارة تسبب زيادة الطاقة الحركية للجزيئات، حيث ستتصادم الجزيئات وتبتعد عن بعضها البعض نتيجة ذلك. تتحرك الماغمة نحو الأعلى نتيجة انخفاض كثافتها، مما يؤدي إلى تسخين ما يحيط بها، وهذا يسمح لها أن تخترق الغلاف الصخري. بعد بدء الماغمة باختراق الغلاف الصخري، تتشكل النقطة الساخنة، محدثة تحدباً في طبقة الغلاف الصخري. وبالتالي قد يبدو الأمر هكذا. وكما تشاهدون، طبقة الغلاف الصخري تكاد أن تنقسم إلى جزئين بفعل النقطة الساخنة. هذه الطبقة كاملة هي الغلاف الصخري. هذه هي القشرة. ولأن الغلاف الصخري طبقة صلبة، لن تتمدد بمرونة عندما تتعرض لضغط في منطقة معينة، بل تتشقق وتنكسر، أي أن القشرة هنا ستتشقق. بعد مدة من الزمن، تكسر الماغمة الساخنة الغلاف الصخري، وبذلك تصبح الطبقة السفلية من الغلاف الصخري هكذا، حيث وصلت النقطة الساخنة إلى هذا المكان. القشرة الأرضية تشققت وانكسرت لتغطي مساحة السطح الجديدة، ولهذا قد تبدو هكذا. بعد أن تسحب القشرة إلى الأطراف، تصبح سماكتها أقل، وقد يتسبب انسحاب القشرة بظهور بعض البراكين، ولكن النقطة الأهم هي تشكل واد متصدع. تذكروا أن هذه قشرة قرية، لذلك وبالرغم من انخفاض سطح الأرض، لن تصل إليها المياه بعد. وبالتالي، فالنتيجة هي تشكل واد بين أراض مرتفعة. ومن الأمثلة الحالية على ذلك، صدع شرق إفريقيا. تذكروا أن هذه المنطقة من الأرض تتعرض لقوة شد كبيرة، ويتم سحبها نتيجة لذلك. ولهذا، فالخطوة التالية هي انخفاض هذه المنطقة لتصبح تحت مستوى سطح البح. انظروا إلى هذه الرسمة التوضيحية، ولاحظوا أن هذه المنطقة من إفريقيا هي واد كبير تكون نتيجة نقطة ساخنة هنا. كما يحتمل مع مرور الوقت انخفاض الصدع، بما يكفي ليصبح تحت مستوى سطح البح. وافترضوا أن الصدع قد وصل حدود بحر أو محيط. لذلك فقد تبدو هكذا، وهذه هي الماقمة الحارة وتستمر في الصعود. تدفع الماقمة الساخنة الغلاف الصخري للأعلى وللأطراف. ولكن رغم دفع الماقمة للغلاف الصخري للأعلى، فإن قوة الشد تسحبه إلى الأطراف، مما يجعل الأرض تنخفض تحت مستوى سطح البحر. وعند انخفاضها إلى هذا الحد، يتجمع فيها الماء. وأفضل مثال على ذلك هو البحر الأحمر، الذي تشكل نتيجة الصدع بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية، حيث انجرفت الأرض كثيراً وخرجت النقطة الساخنة إلى السطح. وفي هذا الوقت فإن الماء قد غمر كل هذه المنطقة. وستشكل النقطة الساخنة صدعاً وتخرج منها البراكين التي تشكلت تحت الماء، وتبدأ بتكوين ما يسمى بظهر المحيط. ظهر المحيط هو سلسلة من الجبال والبراكين التي تكونت بفعل النقطة الساخنة. كما تلاحظون، فصدع شرق إفريقيا والبحر الأحمر والمحيط الأطلسي، كلها أمثلة على الحدود المتباعدة، ولكن في مراحل مختلفة. وهذا يفسر انخفاض قاع المحيطات، وبنفس الوقت وجود سلاسل جبلية وبركين مغمورة في الماء عند ظهر المحيط. وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس.